السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوفي يا شباب باختصار شديد فيما يتعلق في ما يجري الآن في حلب أي معركة في أي بقعة من الأراضي السورية في حمص في تدمر في جبال الاذقية في جبال الأكراد في الغوطة في ريف حلب الغربي في أي منطقة تخفف عن المحاصرين في حلب المحاصرة الذين يقاومون إلى آخر نفس إلى آخر نفس سيبقون في حلب المحاصرة وانا كنت معهم الآن قبل قليل قلت لهم عنكم استعداد مثلا تصبروا يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر شهرين سيبكم الحك الفاضي تبع روسيا ووقف اطلاق النار وهذا الكلام الفاضي هذا الحديث بالحديث يذكر ان روسيا انه مين لعلن وقف اطلاق النار روسيا هذا يعني رسالة لأصحاب السيادة السيادة تخلع رأب كنت ويا 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 انه قراركم انتم حاكم نصف رنج مصدي عند الروس شوف لا فروا يقرر عنكم فالجيش العربي السوري شي بضحي المهم ما علينا انه لو قديش فيكم تصبروا بحلب مو بس اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين ممكن نصبر سنة في حلب هذا كلام يذكر فاي معركة الان في اي بقى ان شاء الله لا تقلي داعش ما داعش ومؤامرة ما مؤامرة وهذا الحشيش خلاص عاد ما فقوا مخكم تمام لسه كلما شي بمؤامرة ليش هجم الداعش فيه اكيد فيه مؤامرة اذا فيه مؤامرة ولا فيه شي خلاص راح له للنظام خمسية ستين واحد خير وبركة نيح مية وتسعة وخمسين قتيل اليوم راحوا فيه ضرب المواقع الميليشيات الايرانية في الزهراء ضرب الامن العسكري فيه حما فيه جبل الاكراد فيه غرب حلب في قلب المحاصرة فيه كل شيء مية وتسعة وخمسين واحد اليوم بالتمام والكمال لذلك اليوم ليش بد بالدريج اجبعت نظام دورة اغرار مية وتن وخمسين واحد بالصورة والوثائق نشرتناها اليوم بكل احوال يا شباب ما يجري الان فيه حلب اللي صار فيه حلب يقتصر شديد انا ما اطولي عليكم متل ما صار الان اللي صار فيه حلب الشرقية الان من حصار وضنك نفس اللي صار للنظام من قبل ثلاث سنوات بالضبط حوصر نفس الحصار شوفوا نظام قبل ثلاث سنين شو كان شايفين هذه شباب نبل والزهراء اللي كذبوا عليكم الاعلام الغربي والامريكي وقالوا هي محاصرة بينما كانت الميليشيات الكردية مفتوحة من الخلف من باب الخلفي ها هي حلب وها هي اللهم صار محمد المطار حلب ولا بيوصل لس لسفيرة تقريبا نيح هذا كانوا كله هون كانوا ثوار نيح كلها الاخضر كانوا ثوار نفس حلب المحاصرة ايه سوى النظام النظام لا عد شكه لا صار يبكي ولا صار يشكي ولا صار ينوح ولا صار يقول انتو السبب وانتو خونة وانتو كلاب ومش عارف ايش ومن هذا الكلام قعد قعد استراتيجيتو قعد خططو واشتغل بوصفة ايرانية الوصفة الايرانية شي هي الصمت والتخطيط يعني مثلا السجاد الايراني اللي بيصنع سجاد على استعداد يضل خمسة عشر سنة اللي يصنع سجادة وحدة من شان يبيعها بثمن غالي تمام واشتغل فيها واشتغل وخطط لا وصل لها المرحلة اللي وصلها الان هلأ سؤال يطرح نفسه هلأ محافظة حلب شايفين هذي الخارطة هذي خارطة محافظة حلب هون 32% بيصطروا عليها هم الميليشيات الكردية 32% الثوار تمام هون وهون في حلب الغربية الى ادلب وفي درع الفرات وهون مناطق داعش وهون فقط هاي حلب حلب وين يا شباب حلب وين في كلها المعمعة كلها وينها حلب قطع حلب هي هون تمام هذي حلب يعني قطع حلب ممكن بسهولة ببسيطة تقطعوا من هون طريق خناصر وتضربوا وتخلصوا من مطار حلب الدولي بتطلعوا خاصة الامور فلاحظة يبيضوا عليكم ولاحظة لحظة اجيب الخارطة التانية وقعت لحظة ايه هاي للعرب شوفوا يا شباب اخوتنا العرب شايفين هذي الخارطة السورية هذي مناطق النظام تمام هذي مناطق النظام في كل سوريا وحلب ليكا هاي هي صالون يعني تمام هاي هي حلب اللي عبيربطوا الثورة كلها انه سخطت الثورة فيها شايفين هذي كلها طبعا هذي كلها سوريا كوكتيل يعني اخدينها شي اكراد شي داعش شي ثوار شي امريكان شي انجليز شي على كيف كيفك كلها يتهي فلا وين عبتقولوا لي فبقال لها خلصت والاسد بطلع بتصريح بقول اليوم انه والله خلصنا والحسم قادم بحسم ايش يا بابا لسه ما بلشت يا حبيبي فلا تستحمروا الناس وتقولوا والله خلصت ومن هذا الكلام الفاضي والفارغ فتفاعلوا خير لان هذه ثورة حق وقوموا عرج ليكم وبيكفي نوح وبيكفي تنظير لانه بصراحة رفنام التنظير كل واحد صاري هلا الان مرشد الاعلى للثورة السورية كل واحد يقول لك الحل مو بالنواح ومو بالتخوين ومو بكل شي بتوقف عرج ليكم بترجعوا بالسوء اولوية والقادة بتحملوا غبن بعضهم بعضا والفصائل قادة الفصائل والفصائل كمان كمان تتقي الله في الناس وبعدين في شغلة ذكرتوني اياه والله احكي لكم اياها مشان مسئلة شوف يا شباب حلب شايفين حلب هاي هذا الصالون هذا هو الحلب كل ياته هون نقطة حلب المحاصرة ما بتبين النقطة على نقطة على الخريطة قطع من هاي قطع يأتي من هنا من هذه المنطقة من خناصر خناصر هي اللي بتقتله للنظام على الاخر اقتلوا في خناصر بيصير بيعوي في في مدينة حلب ويعيب الشوم على هال المؤيدين اللي عايب يفرح وبيتبكوا على كده على آهات الأطفال وكده وعلى دبحه ومع كده وانتصرنا والجيش العربي السوري ايه الجيش العربي السوري مين يا حبيبي كل ياتهم ناعب تلاقي إلا مرتزق إيرانيين وأفغان وشو اسمه شي 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 بيأرف يعني عموما تفعلوا خير وخليكم أقوياء ولا تضعفوها الله يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله